الأخت أمن بن غازي قالت والدي توفي وأنا تقول نحس في نفسي أني مقصرة معاه من ناحية البر في حياته كيف هل نقدر ندارك الآن؟ أو الحاجة رسالة أوجهها لمن كان أبواه على قيد الحياة نقولها هذه فرصة يجب عليك أن تغتنمها لأن الوالدين أوسط أبواب الجنة والبر بهما له من الأجر العظيم ويعني يورث البركة في الرزق والبركة في الأولاد ولا ينبغي لأحد أن يفرط في باب من أبواب الجنة منحه الله عز وجل إياه أسأل الله أن يقدرنا على بر آبائنا هذا اللي عند أبوه أو أم حي اللي من توفي والداه له أن يستدرك ببعض أنواع البر يتصدق عليهما يدير لهم بير يدير لهم صدقة جارية يعني يتصدق عليهم من مال الله الذي آتاه وينويها عليهم يصله هذه صدق كذلك الدعاء لهما والاستغفار هذا كل يصل إلى الوالدين وهو نوع من البر كذلك من أنواع البر صلة ود أبيك صحاب بوك اللي كان يحبهم ويكرمهم ويودهم حتى هما لما تمشي أنت تواصلهم هذا يعتبر من البر بعد وفاة أبيك هذا من بر أبيك